السلام عليكم مؤزل في اللون معكم أسامة حلاسة وحلقة جديدة من سلسلة حلقات المتعلقة بالسفر والسياحة لو انت مشترك في القناة من قبل فمرحبتين بك لو انت مش مشترك فمش تنس انك انت تشترك توا وتفعل الجرس باش يجيك الاشعارات المتعلقة بالفيديوهات الجاية هالفيديو هنتكلم عليه كيفية التقديم على تشهيرة الشينغن الفرنسية هنتكلمه على المتطلبات المتاحة هنتكلمه على كيفية تعبئة النموذج هنتكلمه عليه كيف الواحد يعني يحجز موعد في السفارة الفرنسية ويلا نبدو برحلتنا وكيف ما قلنا في الفيديو اللي فات المتعلق بكيفية الحصول على تشهيرة الشينغن انه قلنا ان تشهيرة الشينغن ما هيش مستحيلة ما هيش صعبة هلبة فما عليك اللي انك انت جاهز المستندات متاعك وتكون المستندات هذي كلها يعني صحيحة ما فيهاش اي تصوير او ما فيهاش اي مشاكل فتوى اني حنتكلم اول شي على الشروط المتعلقة بتقديم على الشينغن اه تكلمت عليه في فيديو فات حتلقوه وتوى طالع قدامكم فوق فيه على الشاشة فتخش عليه وتاخد المعلومات المتعلقة بشين هي المستندات المطلوبة في تقديم على تشهيرة الشينغن تعبي النموذج هذا تسحبه وتخليه بجنبك وبعد تالي بنخشوا للموقع تاني اللي هو متعلق بحجز الموعد حنقض اللينك بتاع الفيديو الاول باش نعبو النموذج في اسفل الفيديو وبعدها نقشوا للموقع التاني اللي هو تيلس كونتاكت اللي هو مكتب الخاص باستلام الملفات الخاص بالتأشيرة هو مكتب وسيط بين الشخص بين اللي بيسافر وبين السفارة ما وضيفتها هو يسلم منك الاوراق ويسلمها للسفارة وبعد فترة اسبوعين او بين تمانية الى اسبوعين حيجيك الرد عن طريق نفس المكتب وحنعبو النموذج الخاص بهم وحنديرو الموعد عن طريق تيلس كونتاكت حنخشوا تولي الكمبيوتر ونشوفو كيف نحجزو الموعد وكيف نعبو النموذج اوكي هذا هو اول موقع اللي حنخشوا عليه اللي هو france.visa.gov.fr اللي هو ما يتعلق بكيفية تعبئة النموذج الخاص بتأشيرة الشنغن الفرنسية هذا هو الموقع حنحط الربط حتلقوه لوتا فحنخشوا طول في start your application your visa application فنضغط عليها فحيعطيني access the visa application فنضغط عليها حتى هي لازم نشترك في الموقع لازم نعبي البيانات الخاصة بتأشيرة البيانات الشخصية الخاصة بك فبتدخل اللقب واتدخل الاسم واتدخل الايميل بالنسبة لي نحب نستخدم الانجليش ستة اربعا ندخل الكود اللي هيطلع لي قدامكم في المربع هذا حيجيني رسالة على الايميل متاعي باش ندير تأكيد للاشتراك متاعي حنخشوا لهاللينك باش نفعلوا الحساب متاعنا ونضغطوا علي كلمة verify وهنا يندخلوا الباسورد فيستحسن ان يكون الباسورد ما يقلش عن 12 حرف او 12 رقم فهتقدر تخلط بين العرقام الحروف وحتى الاشارات تضغط علي save فهنا يطلب منك سؤال الامان يعني تجاوب علي اي سؤال يعني طبعا مجموعة اسئلة هو عبارة عن سؤال الامان تقدر تجاوب علي السؤال اللي يطلع علي قدامك او ما هو الاسم الوسط او الاسم الوسط العائل خاص بك حنبدو نعبو في النموذج بشوية بشوية ناخد راحتنا منستعجلوش لازم يعني نركز كويس في عملية تعبئة هذا النموذج لانه مهم جدا 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 فلو اغلطت فيه لأسف انه ممكن يعني سبب لي رفض التأشيرة فاول شي حندخلو الجنسية اللي هي nationality libyan او كي وين بتقدم؟ بتقدم في تونس الا انه في حال انك انت في مكان تاني ااا او كي شننوعية التأشيرة؟ تبها قصيرة او طويلة او عبارة عن transit فنديروا تأشيرة قصيرة 9 يوم كم يوم تحب تقعد في فرنسا نكتب 15 يوم مثلا الوجهة الأساسية أو الوجهة الرئيسية لك خاصة بالرحلة فتكتب دير فرنسا المستندد السفر الخاص بك فتكتب جواز عادي تكتب رقم الجواز مثلا تكتب تاريخ الإصدار الخاص بالجواز تاريخ صلاحية الجواز أو تاريخ اندهاء الجواز متاعك شن سبب الرحلة متاعتك عندك مجموعة شروق مجموعة يعني شن هو الغرض من الرحلة متاعتك إذا كان هي بزنس أو زيارة عائلية أو علاجية أو زيارة رسمية أو دراسة أو سياحة فأنا حنكتب سياحة فندير verify وبعد ما تأكدت أن البيانات صحيحة رقم الجواز صح والتواريخ صح فنضغط على كلمة next فلازم تأكد أن كل شيء تمام فتكتب yes وهنا دخل البيانات الثانية اللي هي خاصة بالمعلومات الشخصية دكر أو أنت حالة متزوج أو حالة اجتماعية متاعتك فهنا بتزيد تعاود اللقب الهنا مش لازم تكتب الفرست نيم لو عندك طبعا اللقب والاسم الأول وهنا تاريخ الميلاد وهنا مدينة الميلاد بلد الميلاد ليبيا لو أنت عندك أي جنسية تانية فممكن تذكرها هنا الرقم الوطني تكتب هنا لو عندك أي رقم وطني كل واحدة وعندها رقم وطني مثلا فتكتب الرقم الوطني متاعتك متاعك فهنا الأدرس مثلا الصراج نحن بوست كود للأسف مع الناش تكتب هنا ليبيا تكتب هنا الإيميل أدرس متاعك هل أنت قال لك هنا السؤال هل أنت تعيش بره من البلاد خارج البلاد اللي أنت بتقدم فيها التأشيرة فتكتب نو هل أنت مسافر مع شخص عنده جنسية فرنسية بتكتب نو إلا في حالة أنك أنت ماشي مع أحد عنده جنسية لو حد من عائلتك عنده جنسية أوروبية فتكتب yes أو نو فتكتب نو الوظيفة متعتك هنا لازم تختار يعني شن هو الوظيفة متعتك بالظبط لو أنت مهندس لو أنت تشتغل في المصرف لو أنت فنان لو أنت قادي جورناليست صحفي أو دكتور أو غيرها فلو أنت تشتغل فتختار شن هو الشغل متاعك لو أنت مثلا موظف في الدولة تكتب employee وانا اي employee او شفت هنا موظف حي يقول لك شن في أي مجال أنت يعني الخدمة متعتك فلو ملقيتش المجال اللي أنت تشتغل فيه لو أنت في مور إدارية أو غيرها فهنا تختار المجال متاعك فلو ملقيتش المجال متاعك فتدير other activities وهنا تجي تكتب البيانات الخاصة بمكان الشغل متاعك اسم مكان الشغل متاعك هنا مثلا هنديره مثلا هو عبارة عن مثال مثلا هنا نشتغل فيه شركة اسمها الرواسي هو عبارة عن حاجة طلعت في رواسي توا رواسي company ندير اسمها بالكامل زي ما موجود في الورق الرسمي هنا تكتب العنوان مثلا تكتب جنزور مثلا بوست كود مع الناش هنه تريبولي المدينة الليبيا التليفون نمبر متاع التليفون الشركة التي تشتغل فيها الاميل الخاص بالشركة مفروض انها عندهم ايميل فنضيفوا اي ايميل توا باشاو يعني نشوفوا كيف نخشوا على ال next step ما تقدرش تخش على المرحلة اللي بعدها الا بعد ما تعبي الفراغات الخنات اللي فيها النجمة لان ها دي اجبارية ونضغطوا على كلمة next نخشوا عليه بعدها لو انت واخد هنسألك سؤال جالك هل واخد تأشيرة جبل في خمسة سنين فاتوا لو واخد بتكتب نعم بتكتب التاريخ اللي طلعت اخر تأشيرة شن هي في اخر خمسة سنين فاتكتب التاريخ من الى لو انت مش مش اول اول مرة تقدمها التأشيرة فاتكتب no لو قبل واخد يعني واخد عاطي بصماتك في السفارة فاتكتب yes او no فهن هي تكتب التاريخ ورقم الخاص بالبصمة تلقيه حتى هو في التأشيرة نفسها فلو مش واخد تكتب دير no فاتدير next هن هي توا هيعطيك البيانات الخاصة بالرحلة متاعتك فزي ما اقولنا لازم تجهز جميع الاوراق المتعلقة بالسفرية متاعتك وتحطها في جنبك الحجز الفندقي والحجز الطيران والجواز السفر والرسالة العامة والتأمين الصحي كلها جهزها هتحطها في جنبك باش تبدأ تعبي في البيانات انها يعني تلت اربعة الاوراق مطلوبة في ادخال البيانات فهن هي بتكتب تاريخ الصفر لازم تتأكد من ان التاريخ الصفر الموجود في النموذج اللي بتعبيه في النموذج هو مطابق على الاوراق او الحجزات الموجودة عندك في الطيران والفندقي فما تديرش غلطة انك انت تاريخ موجود في الوراق شكل وفي النموذج شكل لازم تتأكد وتراجع كويس خلي نقول اني ماشي في شهر اربعة اوكي دير واحد اربعة ومتى تقعد تكتب اوكي دير واحد اوكي انت و troop امساعة غلطة ولانه من enabled الغرض الاول مثلا ان انت ماشي خاطر علاج او ماشي خاطر بزنس لكن غرض التاني انك انت اوكي مدام عنا مسافر مسافر منها نديرها علاج ومنها نديرها سياحة فتقدر تضيف خيار تاني او غرض تاني للسفر فاني عندي غرض واحد اللي هو السياحة فبنمشي على السياحة فاندير نيكست هنا هنتكلمه على الشخص المستضيف هل هو شركة هل هو شخص لو في حالة انك انت في حد يعني يعطيك دعوة شخصية فتكتب person هو الشخص اللي بيستقبلك لو هي شركة فدير هنا شركة تدخل بيانات الشركة متعتك اللي اعطتك الدعوة وهني تدخل بيانات الشخص كاملة الاسم واللقب والعنوان والبوست كود والمدينة والبلد والتليفون نمبر متع الشخص هو وكان عنده فاكس والايميل ادرس متع الشخص اللي عطيك الدعوة او تقعد عنده في فرنسا وهني الشركة اللي اعطتك الدعوة تكتب الاسمهم كامل الادرس متاحهم حتى هو والبوست كود والمدينة طبعا هني رديه فرنسا تليفون والايميل ادرس وهني تكتب الشخص المسؤول اللي هو متواصل معاك فيها الشركة اللي يخدم في الشركة ومتواصل معاك بالايميلات فأنت ترسل فيه ويرسل فيك فهني تكتب باسم الشخص اللقب والعنوان متاعه والمدينة وتليفون نمبر الشخصي والايميل الشخصي لهذا الشخص اللي يشتغل في الشركة لو انت ماشي سياحة ففي العادة انك انت ما عندك شخص اعطيك دعوة ففكرة متاحها اللي هي الهوتيل اه كده حاجز هوتيل فما عليك الا انك انت تضيف بيانات الهوتيل هنيه والعنوان متاعه والبوست كود والسيتي والتليفون نمبر يعني فخلي نسمو نشوفو خلي ندخلو مثلا نسموه تولوز هوتيل لازم تتأكد من الاسم الموجود في الحجز متاعك اه هنيه نكتبو مثلا هادا العنوان متاعه متاع الهوتيل مثلا فانت لازم تتأكد من الورقض متاعك لو انت قاعد في تولوز فبتدير تليفون متاعك او التليفون سوري متاع الهوتيل والايميل متاع الهوتيل حتى هو تضيفه يعني حاس موجود في الورق عندك حتلقى فيه كل شي بعد ما كملت البيانات هادى طبعا احنا اتدخل الكود بوست كود ضروري منه بعد ما دخلت البيانات متاع الهوتيل متاعك نجو اللي من هو اللي بيتكفل بعملية الدفع او المصاريف الخاصة برحلة متاعتك فلو انت اللي حتتكفل بهالمصاريف فتكتب تضغط على كلمة myself شن هو نوع الحاجات اللي بتدفعهم في الرحلة هادى عبارة عن شنو هل انت مثلا حاجز فندق ومخلصة فهنا تضغط على علامة صح لو انت مخلص تكاليف متاع التناقل فتضغط هنا انت لو عندك مثلا فيزا كارد فتأكد عليها لو انت واخد معاك كاش فحت انت تأكد عليها فشن هو انواع الدفع او انواع الطريقة اللي حتتدفع فيهم المصاريف متاعك مصاريف اللي قامت بتاعتك في فرنسا حسب ما هو موجود في القايمة قدامك لو عندك مثلا شخص تاني وهو متكافل بـ يعني لو عندك طريقة تانية للدفع فممكن تضيفها هنا لو ما عندكش فتخله زي ما هي لو مثلا عندك شخص تاني هو متكافل برحلة متاعتك هو دافع المصاريف الخاصة بالإقامة والتنقل وغيرها فتضغط عليه يعني تدي علامة صح تكتب اسم الشخص أو اسم الشركة مثلا في شركة عطاتك اللي هي متكفلة بمصاريف شن هي النوع الدعم اللي يعني حيتقدم ليك طبعا هنا ممكن يكون حتى هو شركة اللي دعياتك من برة أو تكون الشخص اللي يعطيك دعوة من برة فتكتبش نوع النوع السبونسور أو نوع الدعم اللي هيجيك من الشخص لهو متكفل بجميع المصاريف فتكتب مثلا موفر لك السكن نخلص حق الرحلات حب حيعطيك فلوس فانت تختار حسب ما هو متفاهم انت والشخص اللي يعطيك الدعوة فنضغط عليه نيكست فهنين نتأكد أن البيانات تمام كل شيء مرها طيبة نقدر نراجع على النموذج قبل ما نأكد على أن البيانات صحيحة فالمفروض حينزلني نسخة من الملف أو نسخة من النموذج أوكي فهنديرولا داولولود هذا هو شكل النموذج اللي تسحبه وتقدمه للسفارة هذا عبارة عن نسخة مبدئية جعل ما تأكدش فبتزيد تراجع المعلومات لو فيه أي شيء غلط فتقدر ترجع وتصحح الغلط متاعك لو ما فيش فترجع للابليكاشن وتضغط على الكلمة هذه وتخش على continue تضغط على كلمة yes فهنا بيقول لك أنا رو أنت بتدفع 80 يورو في وقت ما تجي تقدم على التأشيرة أو ما يعادل 248 يورو آآ سوري 248 دينار تونسي فهنا بيعطيك المعلومات أو البيانات المطلوبة لغرض التأشيرة لغرض التقديم على التأشيرة لشان هي الحاجات المطلوبة تجيبهم معاك مع النموذج هذا اللي حتسحبه توا فحنخش عليه بسرعة حنبليكاشن فورم اللي هو اللي يتوعب هناه وحتسحبه بعد شوية الجواز السفر والفرانس فيزا ريسيت حيطلع هذا حيطلع لك مع النموذج فحتلقوه في وسط النموذج نفسه تمزل تنزل لقطة بعد النموذج هتلقى الفرانس فيزا ريسيت ضروري منه حتى وتحطه في الورق هني تحط صورة شخصية لو أنت تسكن في بلد تاني لازم نجيب اتبات انك انت مقيم هني لو أنت مثلا عندك شركة سياحية مستقبلاتك الخاف الخارج وعطيط لك الرحلة متاعتك والبروغرام متاع السفرية متاعتك هني حجز الطيران الدهاب والعودة وهني التأمين الصحي وهني الحجز في الهوتيل الخاص بك أو مثلا حجز في حوش أو غيره فيعني شهادة التي تقوم وتم استخراج البعدية ميكان مضيفة أو حجز فندقيه أو عاقد حتى إيجار لو أنت مأجر مثلا هنا بانك ستيتمنت اللي هو الكشف الحساب الخاص بك وهني اتبات انك انت تشتغل وعندك أملاك مثلا تجيب شهادة من العمل متاعك تجيب مثلا عندك شركة وعندك أوراقها تمام تقدر تدخلهم كلهم وترجمهم وتحطهم في الملف متاعك هنا بالنسبة للسعر التأشيرة قلنا بـ 80 يورو انها كانت بـ 60 فتوة تغيرت فتتأكد من ان الأوراق هذي كلها مجاهزة زي ما قلنا فتخش علي كلمة continue تدير هنا شفتوا الكود هذا تدير لها copy انك حتى تتبيه في المرحلة الجاية اللي هي متاع حجز الموعد تدير هكي زيته وتدير continue وهكي تكون كملت تعبئة النموذج الخاص بك فما عليك انك انت تود تضغط عليه اللي هيقونا هذي اللي قدامكم وحينزلك الملف هذا هو الملف النموذج الخاص بك فما عليك انك انت تسحبه كامل تكتب هنا التاريخ والمدينة اللي انت قاعد فيها وهنا يتوقع على النموذج متاعك وبعدها اللي قلنا عليه ان واحدة من الشروط او المطلبات اللي هي فرانس فيزا ريسيت فبتجيب النموذج هذا وتضيفه حتى هو في الملف بعد ما يعني هنا تسحب الورقة هذي تحطها بجانبك نجو نخشه لموقع TLS Contact باش نحجزه الموعد باش تحجز الموعد لازم يطلو حيطلب منك الرقم اللي هو هذا اللي درنا له copy قبل شوية وتلقوه حتى هو هنا فجي تخش هنا ودي له copy حتى متى انه هو نفس الكود فنخشه على الموقع الثاني اللي هو fr.tlscontact.com هتلقو الرابط في اسفل الفيديو هنا هذا هو الموقع هتلقوه بالعربي يعني ماهوش صعب لو تلقيته فرنسي تغير هنا اللغة فتنزل اللغة هيقول لك هنا لم اكمل نموذج فرانس فيزا احنا توكيف كملناه فولاقد اكملت نموذج الفيزا خاص به فنضغط عليها دي الايقونة فلازم نشترك في الموقع الخاص بالTLS Contact بتعاود الايميل متاعك بتعاود الايميل متاعك وهنا تضير الباسورد مش هيقل عن تمانية ارقام تمانية حروف نوك هتدخل يعني اي اشارات او غيرها او اقبل بنود الخدمة تأكيد احنا يقول لك تم ارسال تفعيل الحساب فنرجع للايميل متاعي حيجيني ايميل تاني او كي تضغط علي او كي تضغط علي فهنا اتاكد الاشتراك في الموقع فهنا ما عليها اللي نضيف البيانات متاعي اللي هو الايميل والباسورد او كي تمام هيك تاو احنا نبدو ان ندخلوا البيانات الخاصة خاصة بنا في الموقع الخاص بي باش نحرزوا موعد في السفارة فهنا نديروا هنا الريفرنس نمبر فيزا فرانس فيزا اللي هو الكود اللي يعني درناه من الملف متاعنا نجيه هنا وندخل الرقم هذا وهنا ندخل البيانات متاعي تاريخ الميلاد اوغوست مثلا عندي 1985 اوغوست نعود من جديد تمام هنا رقم الجواز تأكد مننا رقم تليفونك نحن ندير نحن ندير نحن ندير نحن ندير نحن ندير لو انت واخد تأشيرة قبل فتكتب نحن ندير سيطلب منك التأشيرات اللي واخدهم قبل لو مش واخد فتدير لو انت واخد تأشيرة مذكور فيها كلمة في واخد تأشيرة جديمة حتلقى كلمة في اس من اللوطة يعني التواريق او التأشيرات مش جديمة هلبة هنتكلموا علي من 2012 وتعال هنا هتلقوا كلمة في التأشيرة متاعتكم لو انت واخدها فتدير ياس حيطلب منك التاريخ او الكود الخاص بالتأشيرة فهنا بتدير نو لو انت اول مرة تقدم فتدير save اوه او هنا يعني لازم نختار سبب الرحلة فتدير تدير confirm تمام وهنا هنه مش لازم بتستلم بروحك فتضغط علي save تضغط اوكي هكي تمام نخش علي المرحلة اللي بعدها فانت تتأكد من البيانات بتاعتك ان هو امورك طيبة مفيش اي اخطاء فتراجع من جديد فلو انت عندك شخص ثاني بتضيفه معاك في الرحلة فتضيف شخص ثاني لو انت عائلة مثلا بتقدموا على مجموعة اشخاص في العائلة فتضيف الخانة هادي والدخل البيانات طبعا لازم بعد ما تكون حاجز يعني واخد نموذج ثاني زي ما درنا في الجزء الاول من الفيديو هذا لو انت امورك تمام فتضغط علي confirm تدير تأكيد ان كنت لو درت confirm عاش تقدر ترجع وتعدل بياناتك اه هنا توجينا للمطلوب اللي هو حجز الموعد تشوف فيها كلها الابيض معناها مفيش امكانية انك انت تحجز موعد لكن تأكد من الساعات انزل لوطة وبره لشوفها الكتيبة بالخضرة معناها هادي الموعد اللي تقدر تحجز فيها والمكتوبة بالابيض والاكحل معناها ما تقدر تدرش تحجز فيها موعد حكم ان هي معاش فيه كيف تحجز فيها موعد فاقرب موعد اللي هو يوم 27 مارس ونحن اليوم في 3 او 4 مارس في هذا الشهر تقدر تقدر تقدم موعد يعني جهز ورقة كل شيء او بالاحرى اقرب موعد 26 حكم ان فيه بعض الساعات متوفرة بالعلامة الخضرة فخلاص تختار الموعد يتبي تمشي الان نختار ديما في الساعات يعني في نص النهار باش يعني حتى لو صار اي تأخير من عندي نجهز اورق وفي حاجة ناقصة واكتشفت ان عندي حاجة مش مظبوطة فنختار في نص النهار باش نزيد نوفر نحصل وقت باش نجهز اورق اكتر خلاص توا هكي ان اموري تمام حجزت الموعد عبيت النموذج وموري طيبة فنسحب الموعد ضروري ما تسحبت خزنه كPDF فبتجيب معاك قيمة 248 زايد 85 يعني حتجيك في 300 و قول 400 يورو يعني 300 و شوية 300 دينار تونسي تجيك في 330-340 تونسي قول 350 دي ما اخودي معاك زيادة فلوس باش ما تصلكش عرقة لا في الموضوع تسحب الملف الفولدر هذا تسحب النموذج وتحط باقي الورج متاعك ويعني بعد ما تسحبهم الورج هدي كلهم وتجهزهم وتحطهم في الدوسية متاعك وتأكد مننا ان امورهم تمام تاخد الدوسية متاعك وتمشي في الوقت تمشي قبل الوقت بشوية يعني على القد شيء ربع ساعة قبل الموعد متاعك وتخش للسفار اما مش السفار هو المكتب TLS CONTACT وتقدم ألف متاعك وإن شاء الله يعني تشد معاك وتاخد التأشيرة وإن شاء الله هيك يعني نكون كملت كيفية تعبية النموذج وكيفية تحجز الموعد وزي ما قلنا شرحت فيه سابق المستندات وعودت شرحت ثاني هنا لذكرت المتطلبات الخاصة بالتأشيرة وإن شاء الله يكون الفيديو عجبكم فعطونا لايك لهالفيديو ومش تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولو عندكم أي استفسار ممكن تحطوا تعليق في الأسفل الفيديو وإن شاء الله يعني ما كونش طولت عليكم هالبا لأسف أن هي إجراءاتهم طول فهذا هو المتابع يعني فتقبلوا تحياتي معكم أسام حلاسة والسلام عليكم ونشوفكم من رجالة باي